الحديث الخامس عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة رواه مسلم هذا الحديث فيه مراقبة أحوال القلب صعودا وهبوطا ومراقبة أداء القلب ومراقبة الأحوال التي تعتري القلب هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه إنه ليغان على قلبي هو يتحسس قلبه ويشعر وينقل ما يحس به ويقول لنا إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة رواه مسلم فإمام أهل الإسلام عليه الصلاة والسلام يتعاهد قلبه ويتفقده ويعلم ما يؤثر به ويحس بحاله فيقول إنه ليغان على قلبي طبعا يغان في اللغة قبل ما ندخل في شرح الحديث بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الموضوع حساس ما هو الغين 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 يعني قليل من الغيم يغان عليه يغطيه يغطيه يتغشاه الغين في اللغة الغطاء وكل حائل بينك وبين شيء يقال غين ولهذا قيل للغيم غين أنه يحول بينك وبين السماء هذا في معالم السنن ومطالع الأنوار على صحاح الآثار وشرح مسلم للنووي شوف نظرا لارتباط الحديث بالنبي عليه الصلاة والسلام بعض العلماء ترك تفسيره يعني قال هذا شيء حساس ما ندخل فيه في اللغة الغين كذا وسكت يعني أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال السيوطي قال المختار أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معنى وسئل الأصمعي رحمه الله من كبار أهل الألب سئل الأصمعي عنه قال لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلمت عليه لو قلب آخر تكلمت وشرحت بس قلب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمسك ما أتكلم فاكتفى بالشرح اللغوي فقط قال لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت عليه يعني على هذا الحديث ولكن العرب تزعم أن الغين الغيم الرقيق خلاص شكت اللي بعد لكن بعض العلماء حاولوا أن يشرحوا الحديث طبعا ما هو المحذور أن يتجه الكلام في الشرح إلى اتهام قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحدث كذا وكذا وكذا مما لا يليق فماذا يمكن أن نقول يعني عطوني الآن احتمالات في معنى هذا لأن عرفنا الغين في اللغة الغطاء والشيء الذي يحول كل ما يحول بين شيئين فالآن السؤال ما هو هذا الذي يمكن أن يكون وقع لقلب النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما قال وأخبر أنه يستغفر مئة مرة ماذا يمكن أن يكون شوف إلى أنه هو الحساس أنك تكلم الآن عنه صلى الله عليه وسلم تقول سهو الغفلة ما يليق يعني كيف يعني نقول نبي عليه الصلاة والسلام عنده وغفلة ما يليق لو قلبي وقلبك خذ يعني قال تواضعا احتمال صح احتمال قال تواضعا احتمال طيب غيره احتمالات يعني إن واحد يعني إن أقول معناه بدون ما نمسل جناب النبوي تعليم الأمة تعليم الأمة يعني هو أنه يقصدنا وليس يقصد نفسه أي طيب 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 يعني يقع بين فترة وأخرى يعني هذا الفعل المضارع إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله اليوم مئة مرة يعني قصة عبسة مرة صارت فنبغى شيء يعني ممكن يتكرر مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينقص من قدره ولكن مع ذلك يفزع إلى الاستغفار من أجله ماذا يمكن أن يكون الاشتغال بأمور الدنيا مثل معافزة الزوجات فهو يعني طبعاً لن يكون مثل ما يكون في قيام الليل فرضنا فهو حال اشتغال بالمباحات فلا يكون فيها نفس المستوى الذي يكون في الاعتكاف مثلاً مع جبريل لما يراجع معه القرآن فأراد أنه حتى هذا النزول إلى مخالطة المباحات البشرية الاحتياجات البشرية كدخول الخلاء أكل الطعام إتيان الزوجة حتى هذا حتى هذا يعني التغير عن المستوى الأعلى يعتبره غين غيناً يستغفر الله منه مئة مرة في اليوم شوف احنا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول التقصير ليش العلماء أصلاً ليش تفادوا الكلام لأنه فيها اتهام فهنا نقول تقصير تقصير ما في خلق نبي لكن هذا مو تقصير ولا معصية ولا غفلة لا اشتغاله بالمباحات البشرية أنه ليس كما يكون في الاعتكاف ومدارسة جبريل القرآن ونحو ذلك والجهاد في وقت الجهاد القتال القتال العدو فلأنه حصل هذا مع أنه ليس معصية ولا غفلة عن الله ولا ولا ومع ذلك في حقه اعتبره غينا يستغفر الله من مئة مرة في اليوم يعني هذا من أمثل ما يمكن أن يقال في الحديث فإذا كان عليه الصلاة والسلام يعتبر أن يعني مخالطته أو مقارفته أو فعله لأحوال مباحة وتقتضيها طبيعته البشرية أنه هو نبي بشر ما هو نبي ملك أنه هذا يعتبر غينا يستغفر الله منه مئة مرة في اليوم فما بالك بنا نحن الذين ننزل ليس على المباحة وتحت المباحة ولا تحت المكروه وتحت الشبهة وعلى الحرام وعلى الحرام المؤكد ويمكن على الكبائر والله أعلم كم نجلس فيها كيف رح يكون كيف يجب أن يكون الاستغفار علينا هذا هو الكلم وفيها يعني في لفت نظر أنه إذا كان مقارفة المباحات أو المباحات تعمل غينا على القلب فكيف ستعمل المعاصي والموبقات والكبائر والشبهات والشهوات المحرمة إذا كانت المباحات تعمل غينا هذه تعمل ظلمات بعضها وإذا كانت تلك يستغفر منه عليه الصلاة والسلام مئة مرة في اليوم مع أنه ما هي حرام ولا حتى شبهة مباح واحد يقارف زوجته ويأكل طعاما يدخل خلاءا يدخل خلاءا ما رضي بهذا النزول يعني ما رضي بهذا التغير وجعل له تعويضا وجعل له تعويضا ليش يعني لما يدخل خلاء ويأكل طعام ويأتي الزوجة ما يكون مثل لما يكون مع جبريل في مدرسة القرآن وفي ساحات الجهاد وفي مجالس الذكر وفي حال الصيام والاعتكاف وفي قيام الليل وليش ما هو نفس المستوى يلا استغفار مئة مرة تعويض من الفروق أيضا أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل المباح ما يستغرق فيه يعني مثلا يروح يأكل ساعة ونص حلنسى عادي بوفيات مطاعم روح مطعم روح مطعم استمتع استمتع جيب مقبلات ربع ساعة جيب الطبق الرئيسي نص ساعة جيب الحلويات ربع ساعة جيب الشاهي يعني هو عليه الصلاة والسلام لو انشغل بمباح كم يعني خلص بحجم آدم له قيمات ويروح يستغفر منه مئة مرة ليش يعني نتيجة الانشغال بمباح مدة بسيطة نحن كم ننشغل هذا الكلام وكيف إذا نزلنا على الشبهات وعين نزلنا على المحرمات وإذا ما صارت للكبائر فماذا سيكون حال قلوبنا إذا هو يقول إنه لا يغان على قلبي في مثل هذا يقول يغان على قلبي ويروح يستغفر له مئة مرة طبعا بعضهم قال يعني همه بسبب أمته وما يطلع عليه من أحوالها وبعضهم قال يعني تأليف المؤلف قلوبهم يعني إذا انشغل بشيء من هذا يعني في توزيع الغنائم ما تعطاهم من الغنائم يعني إنه مثل هالأحوال هذه يعني التي يغان على قلبه واستغفاره إظهارا للعبودية وافتقارا إلى الله وملازمة للخشوع وشكرا لما أولاه الله وخوف الأنبياء أعظم من خوف الناس خوف الأنبياء من الله أعظم من خوف الناس طبعا حاول بعضهم أن يقول في الشرح أنه يغان على قلبي يعني أنه يعني يأتيه من الخشوع والشكر فأشكر فأشكر النعمة بالاستغفار يعني إعتبروا الغين حال خشوع للقلب أو حال حياء صدق يعني توق خوف محبة رجاء يعني حال إيجابية اعتبروا فسروها مراعاة الجناب النبوي فسروا يغان على قلبي يعني يصير له أحوال من لذة بالله والأنس به والإقبال عليه فأشكر هذه النعمة بالاستغفار مئة مرة بعضهم قال ليغان يعني ما يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس يعني من حديث النفس فقط وبعضهم قال يغان على قلبي بالراحة لأجل الاستمرار في العبادة يعني الحالات اللي كان يأخذ فيها راحة مثل النوم أو مثلا يعني مثل مثلا ما يعني قيام الليل قام قام مثلا تعب فتمدده مثلا أخذ له الطجاعة فيستغفر يعني أنه هذه أنه الراحة إجماما للنفس للعبادة أنه هذا هو المعنى يغان على قلبي واستغفر الله منها ثلاثمائة مرة فإن قيل على هذا الذي أنتم الآن ذكرتموه في معنى الغين يعني كما قلنا مثلا اشتغال بمباحات تقتضيها الطبيعة البشرية أنه هذا ليس حراما ولا معصية ولا ذنبا فما مناسبة الاستغفار فيقال من تأمل في الاستغفار في الشرع علم أنه لا يكون فقط لأجل المعصية أنت ترى بعد الصلاة أستغفر الله ثلاثا فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر وماذا قال واستغفر الله ماذا أيضا من الاستغفار بعد العبادة فسبح بحمد ربك واستغفره إذا جاء نصر الله والفتح هذا الجهاد ورأيت الناس يدخلون في دي لا يفاجأ فسبح بحمد ربك واستغفره قيل استغفره عن التقصير الذي وقع في العبادة وقيل استغفره عن العجب الذي يمكن أن يقع في النفس من جراء العبادة وقيل وقيل فالشاهد أنه ما هو فقط الاستغفار لأجل الذنب العبد محتاج للاستغفار دائما حتى مع العبادة وقيل وبعضهم أيضاً قال في الحديث لماذا يستغفر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما فائدة الاستغفار في حقه فيه فيه فيقال إن حق الله عظيم ومهما عمل عليه الصلاة والسلام في حق الله فإن حق الله أعظم ولذلك استغفر وقالوا أيضاً لأنه يعني مقام الأنبياء العالي المقامات العالية الأنبياء يكون حتى اشتغالهم في الأمور المباحة يستغفرون الله منه إنهم صرفوا فيه وقتاً أو انشغلوا به زمناً ولو قصيراً وأيضاً الاستغفار تواضعاً منه عليه الصلاة والسلام الله تعالى وأيضاً الاستغفار شكر لنعمة إن الله غفر له ما تقدم ذي ما تأخر وأيضاً الاستغفار تدليلاً وإثباتاً أنك غفرت لي ولكنني أستغفر ما هو معناها غفرت لي يعني أنا ضمنت الآن وما عدت بحاجة بل إنني أستغفر لأثبت عبودية لك وأستغفر لأجل الاستغفار نفسي لأزداد أجراً لأن نفس الاستغفار أستغفر الله طلب من الله اللجوء إلى الله بالطلب فيه أجر ويستغفر الله تعليماً لأمته أنه وهو الذي غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر يستغفر فكيف بكم أنتم يا أيها الأمة وما عندكم هذا أنه غفر ما في واحد عنده ضمان غفر له ما تقدم ما متأخر فكيف يأي مبغي أن يكون استغفاره إذن فلاستغفاره عليه الصلاة والسلام فوائد كثيرة شكراً للمشاهدة